دعونا نجيب مثالين ونختم مثال جاليليو ومثال أرسطو الشيخ أرسطو الشيخ الفلاسفة أرسطو تعرفتها كان لم يكن أي عالم تجريبياً لم يكن أحب التجربة وعلى فكرة الفكرة يونان عموماً كان يحتقر التجربة تعرفوا أرخاميدس أو أرشاميدس هذا تعلم على أقليدس مؤسس الهندسة أقليدس من العباق الكبار وأقليدس كان لا يحب الأبحاث التجريبية يعتبرها يعني إيه مع أنه كانت تخدم أفكاره يعتبرها حقيرة وتحط من قيمة العلم كيف أرسطو عنده نفس النزعة برضو أن العقل الذكي لازم يتطابق بالحقيقة المستخلصة بالتأمل مع الحقيقة الخارجية هذا الحقيقة الذكي ولا يبقى غبي ولذلك لسنا بحاجة إلى أن نختبر الأفكار العلمية في الخارج لذلك كان يرى أرسطو أن أسنان الأنثى لابد أن تكون أقل من أسنان الذكرة المصيبة أنك متزوجة ولا مرة خطع باله يفتح بوك مرته يقول أن نعد الأسنان ممنوع ستفعله يخص عليك يا تجريبي يا وزخ أنت تجريبي يخص عليك ممنوع وعاشه ماته يقتنع أن أسنان المرة أقل من الرجل وليس بحاجة لفحص بنفس الطريقة العجيب عجيبة أرسطو هذا من فيه من فينا يقارب أصلا أن يفهم ذكاه بسيك البرادايم الكامل دائم التأمل مش التجريب خلاص عكس العلم التجريبي ببرادايم التجريب مش فقط التعمل تعمل هذا اللانس الخطوة الأولى طيب أرسطو شان يقول بالعاقل برضو لدي جسمان واحد ثقيل واحد خفيف واحد عشرة كيلو جرام واحد نصف كيلو ألقيت بهما أيهما يهوي أسرع قالوا طبعاً الثقيل ثقيل أجاء السيد قليليو جرب كذا كلهم هذا كلام تلع غرطي جماعة هذا كلام هبت والناس تعبدوا كأنه هذا منزل من عند الله ممكن تتباذل لو أنت شككت فيه قال لي وشكت قالوا يا جماعة ما الصحيح وتعاوى ونجيكم وطلع على برج بيزة المائل تتخيل وجاب جسم ثقيل وجسم أقل ثقيل وألقاهما في نفس الوقت سقط في نفس الوقت اللي عجبني أنا في قليليو ولا أدري يعني إيه هل مر بكم هذا الشيء عنده برهان نظري في مدهر روحة رد فيها على أرسطو قالوا شوفيها شيخ أرسطو أنت بتحبش التجريب وأنا زورت كلامك على فكرة رجال الدين شافوا الكلام هذا قالوا صدق أرسطو وكذبت عيوننا صح نزل مع بعضهم بس لازم ما ينزلوا مع بعض هذا النزو غلط أرسطو صح تعصب عبادة للسلطة سلطة العلمين كانت لأرسطو طيب المهم فإيه شوف من ذكاء جاليليو حتى يجيبكم كثير هذه قالوا أنا بعرف تحبش التجريب أنت هذا من عندي هذا يا شيخ أرسطو أنا سوف أحاكمك إلى منطقك أنت إيش منطق أرسطو المنطق والاتساق المنطقي صح هو عبو المنطق فورما اللوجيك قالوا منطقيا فكرتك في تفاوت سرعة السقوط بين الجسمين تبعا لتفاوت الكتلة أو الوزن غير متسقة تدمر نفسها طيب يلا ورجيني يا جدع كيف شوف الذكاء قالي ليو قالوا يا سيدة أرسطو هيا نربط جسمين لا ندمج ربط بس جسما ثقيلا بجسم خفيف نربطهما فقط ثم ننزلهما بناء على قاعدتك أنت ينبغي أن تكون سرعة هذا الحجر المربوط مع حجر آخر أقل منه في حال سقط وحده صح ليش طيب لأن الحجر الثقيل أبو عشرة كيلو لو نزل سينزل بسرعة نفترض أنها عشرة والحجر الآخر نفترض أنه خمسة كيلو هذا سينزل بسرعة نفترض أنها خمسة صحيح لو ربطناهم المفروض سرعة السقوط تكون إيه الوسط عشر زائد خمسة تقسيم اثنين سبع ونص تكون سرعة سبع ونص صح صح حيقوله أرشته طبعا صح ولكن هذا يعود بالنخض على مبدئك أنت ليش طيب لأنه في الحقيقة حجرين المفروض يكون إيه أثقل إيه من الحجر تبعك لحاله والحجر تبعك لحاله سرعة سقوطها عشرة والحجرين سبع ونص قال له باي باي فقط إشي رحيب يا أخي شو هالذكاء العلماء هذا قال له أنت فقدت الاتساخ المنطقي